حضراتكو في الخارج لو معاك الجواز الممغنط طبعاً أغلب الناس معاك هذا الجواز دلوقتي أيضاً تقدر تروح بالبطاقة الشخصية سريع ومنتهية يعني البطاقة لو سريع أو منتهية حضرتك تقدر تروح تقول صوتك وتقول عايز تعمليه طبعاً أنه هنتابع مع حضراتكو الأيام القادمة حضور والإقبال والأخ خليني بقى أوجه كلمة مهمة حضرتك خايف من إيه؟ أيوة أنت خايف من إيه؟ قل لي خايف من إيه؟ يعني إيه اللي ممكن يمنعك أنك ما تروحش؟ خايف صوتك يتزور؟ مستحيل مستحيل محدش يعرف يعني يعني قل لي مرة في الخمس ست سنين اللي فاته حد قال إن فيه تم تسويد بطاقات مستحيل هذا أمر يعني أنت بس لو يعني لو أنت قاعد تقولي أنا صوتي هيعبز لا محدش يعني أنت لازم تفهم أن هناك قاضي على كل صندوق خلاص؟ وفي لجنة عامة في النهاية بتاعة الفرز اللجنة العامة دي فيها أكثر من قاضي صعب يعني مسألة مش شبه مستحيلة يا شب مسألة مستحيلة إنها تتزور خايف من إيه؟ من عايز أكلمك بصراحة أنت مش عايز تروح ليه؟ خلاص؟ ده أنا مرة واحد زمان كان يقولك إيه؟ ما هتتزور يا عام؟ لا ما بتتزورش ولو فيه أي شبه لأي حاجة هنبقى أول ناس نتكلم نقولك إنه فيه كذا أو بيحصل كذا الصناديق الشفافة القاضي اللي موجود بطاعتك الشخصية بتاخد الورقة في إيدك بتحطها بإيدك يعني ما فيش أي مجال الحبر الفسفور يعني ما فيش أي مجال ما فيش أي مجال ما تتزور قول أي حاجة يعني أنا هكلمك في أي حاجة تاني فأنت الأمن إيه؟ ده نمرة واحد نمرة اتنين وأتكلمكم بكل صراحة إنه والله يا أصلا أنا صوتي مش حيفرق ما هو خلاص هم عارفين اشعر رفق الكرة في ملعب الشعب الشعب هو اللي حيقول آه أو لا حضرتك إزاي بتقول إنه صوتك مش حيفرق الموضوع في إيدك ما حدث في مجلس النواب هو مجرد موافقة على قوانين مقترحة الناس اللي وقفة ديت هي اللي حتقرر وإنته أحرار عايز آه آه عايز لا لا فما تقوليش أصلا صوتي مش هيعمل حاجة لا صوتك هيعمل حاجة خلينا أقولك معلومة تحقق منها زي ما أنت عايز وإنت قاعد على السوشيال ميديا طول اليوم كل المعارضة كل المعارضة كلها تسعة وتسعين وتسعة من عشرة منها بيقولولك انزل مش بقولك بقى المولاة مش هقولك بقى مثلا حزبي لا 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 كل المعارضين بيقولولك انزل انزلوا رأيك حتقولي يا أصلا أنا ما عرفش إيه الموضوع خش على السوشيال ميديا أي حاجة هتلا حد بيشرح لك الحكاية إيه هي اقرأ البنود بتاعة التعديلات عجبك أهلا وسهلا مش عجبك خلع قول لا ما هو في خنتين يا جماعة أنا آسف ان أنا بقولي الكلام البديه ده في خنتين في نعم وفي لا اللي انت عايز الست اللي وقفة ديت انت عارفة يا بتقول ايه الله أعلم الله أعلم هي حطة الصوت بتاعها فيها علامة يا آه يا لأ فأنا يعني تاني حاجة اللي انت بتفكر فيها انك تقولي صوتي مش هينفع لا حتى لو انت من الناس اللي عايزة تقول لا والغالبية شو بقى أنا حمشي معاك لغاية الآخر والغالبية بتقول نعم صوتك مؤشر ليه لأنه في النهاية حيتعرف انه مش كل الناس موافق او عدد كبير موافق لغاية يوم اللي اتنين الساعة تسعة بالليل وساعة بتتمدى العشرة وحداشر لغاية اليوم ده الموضوع فيه هدي الشعب المصري الشعب المصري بس هو اللي حيقرر اه او لأ او مش مستريحين مستريحين ايا كان فأنا مش عايز بس حد يجي يقول لي يقول لي بص بقى اصلا على الموضوع ده ما كانش عجب طيب فين حضرتك ما كانش عجبك فين او الموضوع ده عجبني طيب حضرتك فين مادام عجبك عجبك روح قول مش عجبك روح قول تالت حاجة ده اول مبرر يقول لي اصلا بقى يعني يعني لا ما بتتزورش تاني حاجة اصلا صوتي مش مهم لا صوتك مهم جدا بالسلبة او بالاجاب صوتك مهم جدا لان يا جماعة احنا عايزين نعرف رأيكم خدوا بالكم الدول عندها طريقتين للتصويت الطريقة المباشرة اللي انتوا شايفينها دي وطريقة غير مباشرة اللي هو يبقى مجلس نواب هو اللي بيقرر في مجلس النواب فيه خمسة في المية قالوا لا خمسة في المية والباقي قال نعم احنا عايزين نعرف بقى الشعب اللي هو القائد والمعلم والأستاذ والمؤسس هيقول ايه عايزين نعرف رأيكم فيه تعديلات دستورية رأيكم فيها ايه موافقين مش موافقين موافقين اوي مش موافقين اوي مصر كلها عايزة تعرف تالت نقطة يقول لك ايه انا خايف خايف من ايه انت محدش هيعرف انت بتقول ايه انت كاتب سوق محدش لا يمكن يعرف انت قائل ايه اما تروح ورا الساتر انت وربنا بس على فكرة انا بابلكمش معلومات جديدة انا بس عايز حضراتكم تنزلوا وتعبروا ده دوري على فكرة اي اعلامي في العالم عنده استحقاق زي ايه بيقول للناس كده انزلوا قولوا رأيوكم عايز تقول ايه دي مش شغلتي انا مش شغلتي اقولك تقول ايه قول اللي انت عايز اللي يعجبك اللي يعجبك وانت حر وفي النهاية هي الديمقراطية ايه رأي الاغلبية مع احترام رأي الاقلية الاغلبية اللي هتقول تقول والاقلية اللي تقول يقولك بس اصله فيه ايه حشود وموديين الناس وبتاع مهما عملت لأي حد يعني انا حمشي معاك انه في حد ودى حد للجنة تقول ما دخلت اللجنة انت حر انت حر قول اللي انت عايزه يعني لو في حد وزك ما تاخدش برأي ولو في حد اشتركوا في القناة